السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عامر عطالله. وفي الفيديو دوت هنتعرف على اهلا بكم في الفيديو السادس في كورس فوتوشوب. ويلا نخش في الموضوع على طول. الملرة الفاتحة اتعرفنا ازاي ان احنا نفتح الصور على البرنامج بان احنا بنشدها ونرميها في بتاعتنا اي حتى في في طريقة تانية ان انا افتح الصورة من على الجهاز برضو ان انا اتك على بعد كده بعد كده بختار مكان الصورة عندي من على الجهاز واتك على تكتين بتفتح لي بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت. المرة دي بقى عايزين نبدأ فايل جديد. عايزين نبدأ تصميم من الاول خالص. ازاي بنفتح اصلا من على البرنامج. فبنجيب فايل المرة دي هنتك نيو وماش اوبن. بنتك نيو عايزين نقف هنا شوية على الكلام ده كله. اجل حاجة نيم ده اسم بتاعنا خلينا نسميه دلوقتي سيشن. تمام? اه تعالي نخش على بعدية. الوث ده اللي هو العرض بتاع التصميم بتاعي فانا العرض بتاعي وده ده الارتفاع بتاعي. قبل محدد الارتفاع والعرض اللي هنلازم محدد الوحدة اليونت اللي هناشتغل بيها. اليونت هنا عندي كزا آآ نزام من الوحدات اللي هنه ممكن نشتغل بيها على حسب التصميم بتاعي او على حسب ما بيتطلب مني. فخلينا دلوقتي مسلا نشتغل بين نزام البيكسلز. احنا قلنا يعني ايه? برضه قلنا يعني ايه? فانا هخلي على تنين وسبعين. وهنعرف امتى نغيره للايه وامتى نغيره للايه. تاني حاجة بعديه في حاجة اسمها ده اللي احنا كلامنا عليها. احنا قلنا على اهم تلات انواع مالكالر مودة اللي هو جريس كيل ار جي بي. والبيت بتاعي نزام البيت بتاعي وهنا بيقول اللون بس اللي هو اللوحة بتاعتي اول ما تتفتح. تمام? فلنفترض احنا كده خلصنا تصبيت اللوحة بتاعتنا الحاجات الاساسية اللي احنا نبدأ فيها التصميم. فبتكها اوكي. تمام? دي اول طريقة ان انا افتح في حاجة بقى مهمة لو انا مسلا عايز افتح بمقاسات معينة ستاندرد. حاجة ستاندرد في العالم يعني كل. فباجي عندي الحاجة اللي احنا عدناها اللي اسمها دي كومنتي طيب. دي كومنتي طيب دي بيقى فيها مقاسات اه محفوظة اصلا في الفوتوشوب بتعبر عن اه حاجات منتشرة عالميا. منها مسلا لو انا عايز اعمل اه تصميم لورقة معينة وانا مش عارف مقاس الورقة ايه. بخش على ديت بلاقي عندي اه كل الورق المتاح في السوق. من ايه فور دلوقات البي سري والدي ال والحاجات اللي هي هتلاقي في المطابع يعني. فمسلا عايز اعمل تصميم لورقة ايه فور باختار مقاس الورقة. بلاقي زبط لي كل الحاجات اللي عندي هنا. حاجة مهمة لو انا بعمل حاجة اه يعني اخلي بتاعي عالي. النظرية بتقول لك كل اما الحاجة تبعت عن عينك تقلل بتاعها. يعني ايه? يعني لو انا بعمل حاجة اه هشوفها قراها قدام عيني كده. اه مسلا جواب او بتاعي او حاجة. بخلي بتاعي رقم كبير. اللي هو مسلا تلتمية زي ما هو موجود هنا في الورقة. لو انا بعمل تصميم لبانر هيبقى هيتعلق على الحيطة هيبقى بعيدة عن العين يعني انا هشوفه من بعيد. مش هيفرق معي او لان الدلقة بتاعة مش هحتاجها اوي. عنا كده كده من بعيد هقدر اضحز التصميم كله لان هو كبير جدا. فبخلي رقم قليل مسلا زي اتنين وسبعين. ممكن قليل الخمسين. بس يعني اخلي بالي ان حاجة رقمي بمنطق ينزلش مسلا لغاية عشرة هيبقى اا بلاري اوي يعني مناغمش جدا. فانا هنا لو انا هعمل حاجة يعني بخليها تلتمية زي ما هي كده. اه فلنفترض ان انا مسلا عملت تصميم بتاعي. المقاس بتاعي خليته بيكسلز خليت مسلا الف مية عرض وارتفاع تمنمية بيكسلز خليته اتنين وسبعين. وكده الحاجات دي زي ما هي كده. انا خلصت المقاسات بتاعتي والمقاسات دي ات هستخدمها في كزا حاجة بعد كده. فعندي حاجة اسمها اللي انا عملت دوت احفظه بحيس ان هو يبقى موجود عندي لو انا فتحت البرنامج مش هقع اغير الحاجات دي تاني كل مرة. فبتكة وبقول له المقاس دوت في النفترض مسلا انا هسميه تمام? وبتكة اوكي. بلايت حافظ عندي في الحاجات اللي هي موجودة عندي اللي ما بتكة عليها بيقول بيقول ما غير للحاجات اللي انا مختارها. تمام? بتكة اوكي. كده انا بقى عندي تصمين. خلينا نشتغل على الاتنين دلوقتي. تمام? نيجي على الاولان ده. احنا دلوقتي عايزين نتعرف على اول اداة معنا اللي هي الريكتانجل تول. الريكتانجل تول اللي هي الاداة هنا دي. في حاجة مهمة جدا. كل الادوات اللي هي جنبها علامة النقطة الزغيرة لجنب الاداة ديت. اللي هي معناها ان فيه حاجات تانية جوه الاداة دي. يعني فيه لسه باقي ادوات شبهها موجودة جواها. يعني لو جيت على الريكتانجل تول ديت انتكيت عليها شوية بالماوس. هلاقي طلع لي اشكال تانية من الريكتانجل تول منها الريكتانجل تول وهكزا. فانا هشتغل مسلا بالريكتانجل تول اول حاجة دلوقتي. اللي هي اول واحدة. تمام? احنا قلنا اي اداة بختارها من هنا بيجيب لي بتاعتها الخصاص بتاعتها فوق. فاول حاجة هرسم شيب مش هرسم الحاجات التانية ديت اللي احنا هنبقى نعرفها فيما بعد. تمام? هرسم بالفيل اللي هو اللون اللي جوه الشكل بتاع اللي انا هرسمه. فالفيل كالر هخليه مسلا لونه احمر كده. تمام? انا كده اخترت اللون هنعرفه كمان شوية بالزبط. تمام? وكون الحاجات ديت مش محتاجة دلوقتي هنقول لها لما ييجي وقتها. انا كده حددت اللون اللي انا هرسم بيه عايز ابدأ ارسم بقى. فبارسم بالريكتانجل طول ان انا بتك بالماوس واشد شوية كده. بلاقيه رسم لي الشكل بتاعي ده. تمام? الشكل بتاعي ده تتحط فيه الواحد اسمه تمام? عايز اغيره بقى عايز احركه احنا قلنا التغيير في شكل او اه مكان اي حاجة اي من هنا لازم اجيب بتاعي اللي احنا قلنا عليها في المرة الفاتت. باجيب وتأكد ان انا ويفعل ده. وابدأ احركه. فالنفترض انا هحركه احطه هنا. كده. وغيرت مكانه. تمام? عايز بقى ايه? عايز ارسم واحد تاني. لو جبت طول هجيب بقى طول عشان ارسم واحد تاني. تمام? عايز ارسم واحد باللون الاسود مسلا. فانا هاجي على هغيره. هختار الاسود. هلاقي اني تغير معايا اللون اللي انا القديم اللي انا كنت شغال عليه. لا انا محتاج اللي جاي الجديد هو اللي بقى اسود. فدي دي مشكلة ما ما مقلقش منها ليه? لان انا واقف على اللير القديم. فانا دام واقف على القديم. وجيت غيرت الفيل كدر هيغير للقديم. انا محتاج اعمل ايه? محتاج اعمل لير جديد طبقة جديدة فاضية. بحيس ان هو يرسم عليها من الاول. فبيجي عندي هنا تحت. عند القايمة من تحت خالص كده. آآ في قايمة ليرز هلاقي في حاجة اسمها كريتا نيو لير. كريتا نيو لير دي اللي ما بتكي عليها. بلاقيه فتح لي ليير جديد فاضي. مفهوش حاجة بحيس ابدأ ارسم عليه. فدلوقت لما بجيب لما بجيب تول وبجيب الفيل كالر غيره اخليه اسود. وباجي ارسم. بلاقيه رسم لي اللون الاسود. حاجة مهمة التصميم بتاعي لو تاخد بالك اللير اللي انا رسمته المستطيل اللي انا رسمته ده هو تخرج من اللوحة البيضة بتاعتي. هل ده معناه ان هو هيطلع بالاطراف بتاعته? لا. اللوحة بتاعتي المساحة اللي انا حطيتها في الاول. دي اللي هي هتطلع عليه في اخر التصميم. يعني اي حاجة طلعت منها مرة الجزء الابيض دوت. ده مش هيبان معي لما اجي اطلع الصورة من فوتوشوب لما اجي رندرها. فما الاقش لو حاجات مني طلعت كده في الجناب لانها مش هتقدر معي في اللوحة النهائية. انا همني الجزء اللي جوه اللوحة البيضة. بعد جده بجيب المفتول وغير المكان بتاع اللير بتاعي كده. وهكزا. مسلا الليرين دولت انا محتاج اعمل كمان. هعمل وهاجي هرسم واحد. باللون المراضي الاصفر كده. بلاحز حاجة مهمة عندي. انا دلوقتي معي الاحمر مستطيل الاحمر. وليار المستطيل الاصفر والليار الاسود. ترتيب اللير زي ما ولنا مهم جدا. يعني هنا لو تاخد بلك الاصفر ما بين الاحمر والاسود. فهو نازل تحت الاسود وطلع فوق الاحمر. ترتيب اللي انا اريد اغير ترتيب الل دي في مسلا عايز اجيب الاحمر ايبقى فوق كل دي كلها. فبجيب اللير الاحمر بقف عليه. واشده. خد بالك كل ما يجي بقف ما بين اي الليارين ببقى في خط ابيض صغير كده بيظهر معي دا الهيلاي دا وبيقول ان انت هتحطه هتحط مبين اللي يارين دولا لان محتاج بيبقى فوق الاسود كمان فبطلع فوق الاسود كمان بلاقي في خط ابيض صغير ظهر معي فباسيب هنا بلاقيه ظهر معي فوق الخطين الابيض بلاقيه ظهر فوق اللي يراك كلها كذلك المصير الاصفر اللي هنعايزو يظهر فوق الاتنين الاحمر والاصفر فبشده طلعه فوق واسيبه عايز مسلا اغير اه لون اي واحد فيهم لازم اكون واقفة على بتاعه الطبقة بتاعته مسلا الاحمر دا وبعد كده عايز اغير عشان اجيبه لازم اكون مختار الاداة بتاعت عشان يبقى ظهر لي بتاعتها من فوق فبجيب تانجل تاني بلاقي ظهر معي فباتك عليه وخليه مسلا كحلي كده اه ازرق كده تمام عايز بقى ايه في حاجة مهمة ازاي ارجع على الخطوة اللي فاتت كنترول زد بيرجع عن الخطوة اللي فاتت بس انا عايز ارجع كزا خطوة وارا بعض لو تاكيت تاني هلاقيه بيرجع عن الخطوة وبيكرارها تاني بيرجع فيها ويكرارها تاني كل ما انا بتاكي بيرجع في الخطوة ويكرارها تاني لا انا عايز ارجع خطوات الورا متتالية بحيس ان هو اه اجيب كزا خطوة ربعض مش خطوة واحدة بيرجع فيها فباتكي المرة دي فبلاقيه بيرجع في الخطوات من اول ما بدأت تصميم واحدة واحدة فبخلي بالي من الجزء ده هي اللي بتخليني ارجع خطوات كتيرة وارا بعض. الكلام ده موجود فيه? موجود في في اللي هو الخطوات اللي انا عملتها كلها. دي لو مش ظهر عندك وانت بتجيبها من وتختار اللي اسمها فبتليها ظهرت معك كده. دلوقتي مسلا انا محتاج اخد الليارين دولت احطهم في التصميم اللي احنا عملنا المقاس بتاعه ده الف مية بيكسلز عارد. وتمنمية بيكسلز ارتفاع. فبجيب الليارين دولت كده بتاكة بتاكة كنترول عشان احدد الليارين مع بعض. وبشدهم. بافضل متاكة ما سيبش. هو اجي على اسم التصميم التاني. هو اجي هنا وقوم سايب. فهلاقيه حاطي لي الليارين بتوعي كده. تمام? هاجي مسلا الليار الاسود ده هجيبه هنا كده. وهزبط مقاسه كده. والليار الاحمر ده هجيبه كده. وهزبط مقاسه كده. تمام? انا كده عملت تقريبا العلم بتاعي. ناقص لي ايه ناقص لي? النصر اللي جوه العلم. النصر هلاقيه? هتلاقيه سايبهولك فيه تحت معاك. انت هتجيب النصر اللي هو وهتحطه في النص كده. النصر ده سلطه فهتلاقي مغير خلفية. هتحطه في النص كده. ويبقى انت كده خلصت العلم بتاعك. هتحفظ بقى العلم ده ازاي? فانت بتكى على فايل. وبتختار المكان بتاعك فانا افترض انا هحفظه في الديسكتوب. واسم الفايل بتاعك. انساميه علم مصر. اللي تحتها دي الصيغة بتاعة الفايل بتاعك. انا هحفظه بصيغة البي اس دي اللي هي فوتوشوب اول صيغة دي خالص. البي اس دي اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديوهات خالص. تمام? هحفظه الاول بي اس دي وبتكى سيف. تمام? بتكى اوكي. كده التصميم اتحفظ معي بي اس دي. عايز احفظه بقى كصورة. على نفس الاختيار اللي هو سيف والمرة دي بختار الاختيار اللي هو جي بي جي. تمام? وبتكى سيف. هروح على المكان اللي انا مسايفه فيه. هفتح الصورة هلاقي العلم بتاعي از طلع عندي بالمنزر ده كده. حاجة مهمة جدا بقى عندي. انا عندي العلم بتاعي او اي بتاعي انا بس عايز اكبر النصر ده وتصغره من غير ما ينكمش معايا. يعني ينكمش او يتضغط. لو كبرت العلم النصر كده. فانت هتلاقي ممكن مسلا ايديك تتهزي يدخل معك كده او يتهزي يبقى عريض معك كده. ده عيب في التصميم. خد بالك منه دعيب جدا. يعني عيب ان انت تطلع حاجة كمصمم فيها الشكل ده كده. فانا انا عايز احافظ على نفس الابعاد بتاعت الحاجة بتاعت اللي انا بكبرها او اصغرها. فوانا باجي بكبر او صغر ادوس وانا بكبر وصغر. هلاقي الابعاد بتتحرك بنفس النسبة بتاعت اللي هي البتاعي الاولاني. طيب عايز اعمل عايز الفه مسلا. فباجي هنا كده على لما باجي اتحرك بلاقي لما السهم الغار معايا لربع الدائرة ديت. ده معانا بيقول ان انت كده هتبدأ تعمل آآ فباجي اتكة وهشد. بلاقي اللير معايا بيلف معايا. طب انا عايز الف بانتظامي. يعني ايه يلف بانتظامي? يعني زوايا محددة. هدوس فانا الدماغي كده وصل لها الكنست بتاع ان الشفت بيحافظ على الانتظام. عايز اكبر او اصغر بنسب آآ بابعاد آآ منتظمة او عايز الف بيه نسب منتظمة. هدوس ولف. هلاقي التصميم بتاعي او اللير بتاعي بيلف خمستاشر درجة كل مرة. فانا كده هواقف على خمسة واربعين درجة. الانجل بتزهر جنب الماء وصل لها طول. كده انا هواقف على خمسة واربعين درجة. خلصت. بتاكة صح. عايز ارجع بتاكة كنترول زد. وهكزا. كده احنا خلصنا اللي احنا عايزين نقول عليها ديت. التاسك بتاعت دي حاجة مهمة جدا احنا. انت هتعمل عالم فلسطين. محتاج منك انك تعمل عالم فلسطين بالشكل ده كده وتبعت هولي على الميل او على بتاعتي يا عمرة الله. بحيس ان انا اشوفه. واشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.